بأخلاقنا نرتقي والقيم بهذابنا وبحسن الشيام بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم نعانى إليها وحسى عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا و أرواحنا عاليات الهمم الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين أهلا و مرحبا بكم مشاهدين الكرام في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا و أسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الدكتور فآد مرداد المشرف و المؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز أهلا و مرحبا بكم دكتور حياك الله أخي مصطفى و حيا الله فريق الإعداد الرائع و جمهورنا الكريم و نسأل الله عز وجل بارك في أقوالنا و أعمالنا و جالا حلقة مفيدة و متنجة كما نرحب بكم مشاهدين الكرام و بتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم اتباعا بإذن الله و عبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة و الذي يقول التحفيز استراتيجية فاعلة في بناء و غرس القيم إذن دكتور اليوم نتناول القيمة عظيمة أو استراتيجية مهمة جدا في بناء و غرس القيم التحفيز ماذا نعني بالتحفيز بداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و صار سامة رسول الله و آله و صاحبه مولا و بعد أخي مصطفى نحن نتعامل مع البشر و البشر لهم محركات و القيم تحتاج لمحركات إحدى المحركات العظيمة في حياة الناس هي قضية التحفيز عندما نتكلم عن قضية المفهوم نتكلم أن التحفيز باعتباره مادة هو الدافع الذي يحرك الإنسان للسلوك أي سلوك تريد أن تصل إليه سيجد هناك شيء أن يحفزك على أن تصل إليه دعني أقول دافع داخلي هذا إذا كان تحفيز ذاتي أو ربما يكون باعث خارجي يعينك على أن تذهب إليه أحيانا أشبه الحافظ و الباعث يكون الإنسان على سبيل المثال في مرحلة من الجوع الشديد جدا فهو يبحث عن الطعام هناك دافع يدفعه للبحث عن الطعام أحيانا يكون في حالة من الشبع لكن يمر مثلا على مطعم أو يرى لوحة معينة تشجعه على الطعام أو ربما يشوم رائح الطعام يحبه بالذات فربما يتحرك لحية ذلك الشيء فوجودة الدافع الذي يعين الإنسان على الوصول إلى تطبيق سلوك معين هذا من ناحية التحفيز باعتبار المتربي أو باعتبار المتلقي للتحفيز لكن باعتبار المربي أو المؤثر هو قدرة يمكن تعريفه بأن نقول هو قدرة المربي على أن يحفز أو يحرك أو يدفع المتربي أو المستهدف إلى تطبيق قيمة معينة من خلال رفع دافعية ناحية هذا القيمة جميل فهو محاولة أنني أرفع مستوى قبولك لهذه القيمة أحفزك عليها أحيانا أنقلك من منطقة أنني أنا أدعوك إليها إلى منطقة تصبح أنت من تلتزمها وتدعو إليها وتعتنيقها وبالعكس تنقلها إلى الآخرين هذه منطقة عالية جدا في عملية التحفيز ورفع الدافعية إذن هو ارتباط ما بين التحفيز ما بين رفع الدافعية تجاه تطبيق شيئ ما نعم جميل وإحنا اليوم لما نتحدث عن التحفيز نتحدث عن أكثر من شريحة مستهدفة صحيح قد تكون الأبناء الطلاب الطالبات الزوج الزوجة يعني عندما أتكلم عن التحفيز كما تفضلت اليوم أنا أتكلم مثلا من منظور أبوي أنني أريد أن أعزز قيم في أبناء فأستخدم استراتيجية التحفيز لتعزيز قيم معينة يمكن أن ألبس قبعة أخرى فأتعامل أنا كزوج أو هي كزوجة مع زوجها لتعزيز قيمة في زوجها من خلال تحفيز الزوجة تركيز على نقاط قوة الزوج وإظهارها والثناء عليها على سبيل المثال قد أكون أنا قائد في منشأة وأحتاج أن أعزز منظومة قيم داخل المنشأة من خلال تحفيز في شركة معينة عندها أو في شركة صحيح اليوم مثلا على سبيل المثال في الخططة الاستراتيجية دائما نجد كلمة القيم الحاكمة القيم الحاكمة هذه هي عبارة عن منظومة تحرك المنشأة لتحقيق رسالتها وأهدافها وبالتالي كيف سيصل قائد المنشأة أو المؤسسة لتحقيق هذه القيم إلا من خلال تحفيز ودائما يتكلمون في لغة الإدارة عن أهمية التحفيز أثر التحفيز علاقة التحفيز بالإنتاجية هناك كم هائل من الدراسات الميدانية حتى على مستوى الشركات الكبرى الدكتور فيها يراعوا للتحفيز صحيح للموظفين عناية ونظر صحيح فما بالنا اليوم في مدارسنا بل لوائح لوائح كبيرة جدا ترى بالمناسبة حتى في قضية التعليم لائحة الثواب والعقاب اللوائح التي تصدرها دائرة أو إدارة التوجيه والإرشاد في المدارس هناك لوائح حقيقة ترى الهدف من هذه اللائحة هو التحفيز التحفيز على السلوك الإيجابي والتخويف أو الحد من السلوك السلبي وهذا هو جزء من عملية التحفيز أن التحفيز إما أن تدفع إلى فعل سلوكي إيجابي أو تمنعه أو تعيقه أو تجعله يقتنع الداخلين بترك عملية الوقوع في سلوك سلبي يعني ترى على سبيل المثال العقوبة قد تكون هي تحفيز لترك سلوك سلبي اليوم مثلا الرصد الآلي في حركة المرور هذا في الأخير هو أيضا تحفيز بعقوبة يجعل الإنسان يخشى أن أن يخالف أن يخالف حتى لا يترتب عليه خرابات مالية نعم نعم فهو جزء من العملية ترفع الدافعية الداخلية يعني أصبح لديها دافعية داخلية تجاه أمر ما يعني من هنا تكون أهمية التحفيز دكتور يعني قد يكون مثلا أب يقول أنه الأبناء يدرسوا الآن و ليش أحفزهم يعني صحيح أهمية التحفيز حقيقة في حياة الإنسان يظهر من زوايا مختلفة الزاوية الأولى أن التحفيز مرتبط بفطرة الإنسان و فطرة الإنسان في كل مراحل العمرية يعني يخذ على سبيل المثال أبو هشام الآن لو أنا قلت يا أخي يعني قلت في سياق الكلام ما شاء الله عليك أبو هشام أنت يعني في طريقة تقديمك ترى مجرد أن أقول هذه الكلمتين برغم أنك ربما لا تحتاجها لأنك يعني مقدم من سنوات و لديك رصيد معرفية و إعلامي ما شاء الله فربما هذه الكلمة لا تحتاجها مني أصلا لن تضيف لك شيئا كثيرا لكن مجرد أنني بدأت بها شعرت أنت بطريقة سيشعر بالفرق قلت والله للإخوان من خلف الكادر قلت والله ما شاء الله أبو أحمد يعني رجل احترافي ما شاء الله أول ما أبدأ في هذا ربما أبو أحمد خبرته طويلة جدا لا يحتاج هذه الكلمتين مني لكن مجرد أنني بدأت في الثناء شديت انتباه هذا الإنسان نفس القضية بالنسبة للطفل الصغير يعني الطفل الصغير لما يمدح ما شاء الله عليك بطل بطل يا بابا الكلمات التحفيزية حتى لما يبدأ المشي حتى قضية المشي وهم يعني ربما يضربون على أيديهم من أجل أن يتحرك الطفل إليهم في بدايات الخطوات الأولى يعني يسح تحفيز هذا بأن هناك من يحفزه حتى يصل لهدفه فالطفل يحفز الكبير يحفز حتى الرجل كبير السن نحن تدخل على الرجل كبير السن تقول له يا أخي ما شاء الله تبارك الله أنت لك تاريخ جميل سنوات هذه الكلمة اللطيفة التي فيها نوع من رفع الدافعية والثناء عليه هي أيضا جزء من عملية التحفيز إذن الارتباط الأول ما بين التحفيز و ما بين مراحل العمر المختلفة فطرة الأمر الثاني الذي يبين أهمية التحفيز أن التحفيز سريع التأثير طويل الأثر سريع التأثير يعني مجرد أنك تثني على الإنسان مباشرة يتفاعل معك يا أخي في أي مكان بالله أحيانا ابتسامتك لصنيع إنسان يحفزه جميلة العبارة سريع التأثير طويل الأثر وهذه حقيقة يعني أقول لي بعض الزملاء أقول لي سبحان الله أحيانا أنت بابتسامتك تحفز بكلمتك تحفز بفعلك تحفز بطريقتك تحفز أحيانا الرجل بائع تبره بائع يعني أي شيء من الأشياء فتقف معاً تتكلم على سبيل المثال فتجده فجأة و أن تثني على عطاءه أو تثني على عمله أو تقوله والله شكرا أنك ماشاء الله تبارك الله سويت ترى هو في الأخير قام بدوره لكن لما حفزته شعر بنوع منه عامل في المحطة يعبي الأكل منزيل فحفزته على بشاشته على طريقته على حسن استقبال للآخرين على سبيل المثال هي دكتور كلمة طيبة و الكلمة الطيبة صدقة كلمة طيبة صدقة و لذلك أنا أقول تترك أثر أثر عميق في نفس الإنسان الأمر الثالث أبو شام الذي يبين أهمية التحفيز أن التحفيز يوطد العلاقة بين المربي و المتربي أو المحفز و المحفز يعني أنا عندما أتعامل معك باستراتيجية التحفيز سوطد العلاقة بيني و بينك تخيل أن امرأة في البيت كلما صنع إليها زوجها معروفا أثنت عليه أجلة الموقف و عندما تريد أن تطلب منه شيئا بدأت بثناء و برفع دافعيته ناحية ذلك الشيء من خلال تاريخه الجميل و عطاياه كم سيكون الأمر من أثر بخلاف لو بدأت افعل أو لا تفعل طبعا الكثير الكلام ينفع مع المرأة ينفع مع الرجل تخيل أن قائد في منشأة يتعامل مع فريق عمل باستمرار عبارات التحفيز تخيل أن معلم معلم أو معلمة يتعامل مع طالب و طالبة يعني أنا أعرف بعض الإخوة من أعضاهية التدريس في الجامعات و المعلمين و المعلمات خاصة في هذه الفترة ربما نسمع الآن بعض الكلمات التي تقال لأبناءنا تجد المعلم أو المعلمة طوال الوقت تثني أنا فخورة بكم أنتم أمجاد أنتم تيجان توضع على الرؤوس أنتم نجوم المستقبل أنتم الأمل المشرق أنتم 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 كم هذه الكلمات سترفع من دافعتهم ترفع العلم بشكل كبير بشكل جدا كبير و بالمقابل لو وجدت كلمات معاكسة ضد التحفيز مثلا فهمكم بطيء تعبتوني إيش الأجيال التعبانة دي إيش الفين راح الرعيلة أو مثلا يعني مثل هذه الكلمات يا أخي أخو يعني كل هذه العبارات ربما تكون قاتلة لعملية التحفيز التحفيز مؤثر و يضبط و يوطد العلاقة حقيقة بين المربي و المتربي أيضا من الأشياء التي تظهر أهمية التحفيز أن التحفيز يمنح المتلقي أو المحفز أو المحفز أقصد القرار فأترك له الخيارات يعني أنا عندما أحفزك على صنع شيء ما كأني أدفعك إليه وأقول القرار بأيديك يعني ما شاء الله عليك لو سويت كذا والله ما شاء يعني أنا آن تركت الخيار لك ترى فرق بين من تجبر شخص على أمر ما بلغة السلطة و هذا لا شك أنه ربما يدفع الإنسان للفعل لكن نحن نتكلم الآن عن لغة الاقتناع فلما أنا أدفعك لشيء ما وأترك الخيار لك وفيك الخصم والحكم أنت صاحب القرار أنت في الأخير الذي تريد أن تتخذ القضية أو لا تتخذها هذا يؤثر بشكل كبير جدا على الاقتناع بالفكرة وتطبيق الفكرة فأنا لو أجئت أتكلم مع ابني على شيء ما وأحفزه وأقول له على سبيل المثال إذا ذكرت اليوم أنت بكرة ستصبح في المكان الفلاني أنت ستكذب هو يشعر في هذه اللحظة أن الخيار بيده وأنه هو صاحب القرار يفعل أو لا يفعل وهذا ربما يكون قوي جدا في العملية التحفيزية بخلاف لغة ذاكر افتح الكتاب الآن الآن طبعا لغة الأمر وليش والسؤال والمتابعة صحيح أو استخدام السلطة في هذه اللحظة قد لا يجد نوع من الريحية في التعامل مع هذا الجانب القضية أيضا التي تظهر أهمية التحفيز أنها أسلوب عملي لتسويق القيم وهذه صرفة تحتاج يمكن حلقة مستقلة تسويق القيم نظرية اجتماعية موجودة في علم الاجتماع كيف تسوق القيم اجتماعيا بالمناسبة التحفيز له ارتباط وثيق بعلم التسويق لأن التسويق تمرير فكرة التي هي ربما تكون في شكل منتج في شكل خدمة في شكل رأي في شكل فكرة تسويق اشتراك أو غير بالضبط في الأخير وليد أن أمرر فكرتي عليك فمن الأشياء المهمة جدا أننا بالفعل يجب أن نركز على أن التحفيز يسوق القيم على الآخرين الأمر الأخير في أهمية التحفيز أن التحفيز فيه رفع للحماس والدافعية والحيوية والنشاط تجاه القيمة يصبح فيه نوع من الحماس ولذلك نحن نشبي عملية التحفيز مثل المسابقة التي تحصل و أن تحفز يعني الآن يعني لو اثنين يتسابقون ويريدون أشخاص يحفزونهم من اليمين و من الشمال و ارتفاع الأصوات ارتفاع الأصوات يعني يعطيهم دافع كبير يعني بعض الألعاب الأسرية التي يكون فيها الأب و الأم مشاركين مع أبنائهم و بناتهم فالأم تتولى تحفيز فريق معين والأب يتولى تحفيز فريق معين و الكلمات ترتفع الأصوات بسرعة بسرعة يلا 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 وصلنا بسرعة هذا التحفيز يدفعهم لمزيد من الحماس لالتزام القيمة كيفما كان شكل تلك القيمة و بالتالي حقيقة يعني أسلوب عميق في تعزيز القيمة جميل جدا ننتقل إلى النقطة مهمة جدا التحفيز القرآن الكريم نقف مع آيات الله تبارك و تعالى في هذه الجانب يعني مرة أخرى حقيقة التحفيز لما نتكلم عن التحفيز و علاقته بالنفس البشرية ندرك جيدا بأن مرجعية التحفيز مرجعية إسلامية الكتاب و السنة أعززوا مفهوم التحفيز و أعززوه من زوايا أيضا مختلفة يعني خذ على سبيل المثال لما نتكلم على قضية استراتيجية الثواب و العقاب هذا جزء من عملية التحفيز من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة لاحظة الآن عملية التحفيز أنا كأني أقول للشخص الذي أمامي أقول إذا أنت التزمت بحياة صالحة و بعمل صالح و بطريقة معينة و استقامة معينة ما تنشده و تطلبه من حياة جميلة و حياة سعيدة ستجده بهذا الطريق هذا جزء من عملية التحفيز نفس الحكاية من يعمل مثقال ذرة خير و من يعمل مثقال ذرة شر يرا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشوا و الذين هم عن اللغو معرضون هذا جزء من عملية التحفيز أفلح فلاحة الدنيا ملاحة الآخرة نعم و خذ من ذلك آيات كثيرة من جاء بالحسنة في لها و عشر أمثالها قضية المضاعفات أو العائد عليك أو الثمرة أو الفرصة أحيانا سموه استراتيجية الفرصة في التحفيز أنني أبرز لك فرصة معينة متى ما ظهرت لك و استطعت أنك تقتنصها ستنال ثمرة لن تجدها في مكان آخر كما في شهر رمضان و الآيات التي تحدثت مثل ما نزلت الآيات في شهر رمضان مثل ما نزلت الآيات في وصف أعمال معينة و محددة مثل قضية الحج و غيرها من العبادات إذا لاحظ الآن أن القرآن امتلأ حقيقة بآيات التحفيز و رفع الدافعية تجاه عبادات معينة أو قيم معينة لما يظهر فضلها العائد على الإنسان منها يعني تتبع مثلا على سمثال آيات الجنة ستجد أن آيات الجنة كلها هي عبارة عن تحفيز آيات وصف الجنة في قضية و لمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان فبأيا يا ربكما تكذب و من دونهما جنتان فيهما عينان نضاختان هناك فيهما عينان تجريان هذا الوصف الدقيق لآلية الثواب التي تحصل للإنسان متى ما وصل للجنة ترهي جزء من عملية التحفيز لما تتحدث عن قضية آياته عن وصف القرآن الكريم ممكن تعلمنا الآيات أن نستخدم الوصف الدقيق للشيء المحفز صحيح هذا جزء من عملية العمق في التحفيز أنني أصف بدقة ماذا ستنال لو طبقت هذه الطريقة أو مشيت على هذا الأسلوب ستجد شيئا ما مختلف بتفاصيله القرآن بالفعل فصل وفصل في أماكن فيها نوع من التحفيز ورفع الدافعية بالمقابل هذا في جهة الثواب في جهة العقوبة أو العقاب وهو جزء من عملية التحفيز للترك لأنه عندنا تحفيز للفعل وتحفيز للترك فأنا حتى تترك جاءت آيات وصف النار آيات عذاب الناس في النار ووصف كارة دقيقة جدا بل حتى بعض الأوصاف ذكرت آليات الحوار التي تحصل كلما دخلت أمة لعنت أختها يعني حوار يحصل بين الأمم في دخول النار فقضايا تجعل الإنسان بالفعل يتأمل الوصف القرآني من زوايا مختلفة كل ما يتعلق بالدعوة إلى أعمال الفاضلة في القرآن ستجد يسبق أو يلحق بعبارات التحفيز وكل ما أيضا ينفر من الأعمال السيئة ستجد أيضا يتكلم بعملية التحفيز لما شبع على سبيل المثال قضية أي يحب أحدكم أي أكل أحمد أخيه ميتا فكرهتموه يعني هذا التشبيع أيضا هو جزء من التحفيز لترك الأمر لأنك في الأخير هذا أمر غير مناسب وبالتالي أنت تحفز لتركه فبالتالي أصبحت القضية حانا الوصف الدقيق بالشكل والنبياء أيضا كذلك كان هذا منهجهم طبعا لما تأتي تأتي لقضية قصص الأنبياء قصص الأنبياء كلها من أولها لآخرها هي استراتيجية تحفيزية أصلا يعني لما يدعون أقوامهم إلى فعل الخير وترك الشر ثم يبينون ما وراء ذلك من أمور عظيمة جدا تحصل لهم هذا جزء من عملية التحفيز في قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل وأيضا فرعون كانت آليات التحفيز عالية جدا في قضية النجاء التي حصلت في قضية ما سيحصل لهم إهبطوا الأرض المقدسة في قضية الطعام الذي حصل لهم كان هناك أشياء افعلوا ثم ستنالوا فكان في رفع دافعية عالية جدا في استراتيجيات مختلفة أو في مواقف مختلفة من قصص الأنبياء نعم أيضا ننتقل إلى السنة النبوية و حال المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه و استخدامه لهذه القيمة و استخدامه لهذا الأسلوب والتحفيز طبعا الرحلة النبوية رحلة طويلة حقيقة لأن 23 سنة مليئة بالأحداث مليئة بالمواقف مليئة بالتعليم و خصوصا أيضا دكتور في فئات مختلفة يعني صحيح في مهاجرين و أنصار و رجال و نساء و تحديات تحديات يعني العجيب في الموضوع الملفت حقيقة بأن النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم استراتيجية التحفيز في أحلك الظروف يعني بعض الناس يقول أنا سأحفز بس أنا الآن ماني في حالة مرتاح عشان أحفز أولادي ترى أنا لحين مهموم ترى أنا عندي مشكلة الآن ترى الآن في أحلك الظروف و أسوأ الظروف كان عليه الصلاة والسلام يحفز كان يرفع معنويات الآخرين كان يثني على الأفراد كان يؤكد على أن الأفراد يمكن أن يصنعوا الفرق و لذلك ستجد أنه في استراتيجياتي ما حفز به الأفراد و ما حفز به الجماعات خذ مثال على قضية تحفيز الأفراد نعم العبد و عبد الله نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل في عبد الله بن عمر نعم نعم لاحظ الآن لو أنا أو أنت سمعنا هذه الكلمة لو افترضنا أننا في ذلك السياق و جاء النبي على صمه أثناء عليك بالإسم أنك أنت من خيرة الناس و من أفضل الناس لكن لو أضيف إلى ذلك قيام الليل قال لما سمع عبد الله بن عمر هذا الحديث ما ترك بعد ذلك قيام الليل الآن هذه قيمة قيمة الصلاة و هي صلاة الليل ثم جاء التحفيز معززا لها لاحظ الآن قضية تحفيز الأفراد بذكر خصائصهم وهذه استراتيجية مهمة في التحفيز أنك تعزز الناس أو تحفز الناس بذكر مزاياهم و هذا نفسه الذي استخدمه عليه الصلاة والسلام لما قال لي عن خالد بن وريد رضي الله عنه و أرضاه لما ذكر قضية قال كنت أرى أن لك عقلا رجوة الله ألا يسلمك إلا إلى خير قال الخادم وريد يعني رأيت أن فيك عقلا هل لاحظ الآن التركيز على أماكن القوة والتميز يعني أنا بالإمكان أجلس مع ولدي هذا في الإسقاط إسقاط الأمثلة على الحياة التربوية العملي أنا ممكن أجلس مع ولدي فأركز على زاوية مضيئة من زوايا ابني نقطة أوه الإبداع الحفظ حب الآخرين رحمته بأخواته تعاونه مع أمه يعني أنا بالمقابل عندي قضايا أريد أن يتجاوزها عند بعض السلبيات أو بعض القيم الغائبة أو بعض السلوكيات السلبية لكن أنا أريد أن يذهب إلى الجانب الإيجابي انطلاقا أو يترك الجانب السلبي انطلاقا من الجانب الإيجابي الموجود فيه فأبدأ أركز على الجانب الإيجابي ما شاء الله تبارك الله عليك أخي أخواتك يثنوا عليك أخواتك يقولوا ما شاء الله يعني ما يطلب منك طلب لتسويبه ما شاء الله أنت نموذج نموذج للإبن الحنون للأخ الحنون بعض الناس يقول يا أخي أنا مسمي أولادي في الجوان بأسماء تحفيزية فهذا الحنون وهذه القائدة وهذه المدبرة وهذه المميزة وهذه الأميرة وهذه حكيمة البيت كذا يعطي أسماء يقول حتى أصبحت الأسماء موجودة بيننا حتى لما نحدث بعض الحيان حفلات أو أشياء بسيطة ينكتب نفس الاسم على كيكة اللقاء أو على أي شكل من الأشكال فهذا جزء من عملية ما فعله عليه الصلاة والسلام قضية التركيز على ما يتميز به الآخرون أيضا أطلق عليه صلى الله عليه وسلم في سياق الأفراد أطلق الألقاب وهذا جزء من عملية التحفيز من جهة ومعرفة إمكانيات الناس يعني أطلق على خارج سيف الله المسلول وأطلق على أبو عبيدة أمين الأمة هذا جزء من عملية التركيز على الجانب القوي في الشخص وذكره وإظهاره حتى يغدو واضحا عند الناس وهذا نحن نحتاجه حقيقة في وترى هذا فن أنك تصل إلى معرفة مكان من قوة الآخرين هذا فن وليس كل الناس يجيد هذا الفن ويحتاج من يجيد هذا الفن إلى الإيجابية والتفاؤل لأن الإيجابية والتفاؤل تجعلك تنظر للناس من زواياهم المشرقة لكن عندما يكون الإنسان متشائم أو غير إيجابي فهو لا يرى إلا سواد الصورة يعني أنا خطأ ابني الظاهر أو خطأ الموظف عندي الظاهر هو الذي سيخيم على الصورة التي أمامي فلا أرى إلا سواد فلن أرى أنه في يوم من يوم أنجز أو في يوم من يوم كان أفضل أو على الأقل هو ليس بسوء فلان أو بقبح فلان و ترى بالمناسبة هذا أيضا ينجر على الحياة الزوجية يعني أحيانا لما يصير خلاف بين الزوجين فالزوجة في هذه اللحظة ربما تعمم الصورة السلبية الصورة القاتمة موقف واحد على وهذا يحصل يعني أذكر في يوم من الأيام إحدى الأخوات التي تصلت عليه و كانت تقول أنا أبغى أتطلق من زوجي بس يتبقى يعني إذا تقول آخر شيء استشارة تربوية ختامية مثلا يقول تبرير الضمير يعني صوت الضمير الداخل أنا أخذت استشارة و قالوا لا أتطلقي ليش سألتها ليش قالت كذا و كذا و كذا و ما شاء الله عرضت سيل من الأخطاء فسألتها سؤال قلت ألا يوجد لزوجك إيجابيات كأن السؤال كان من اسمه لها صادد في هذه اللحظة لأنه الآن الأمام أمام صورة سوداء يعني شاشة سوداء قلت ألا يوجد لزوجك إيجابيات قلت إلا بس يعني سكتت قلت تعددي لي بعض إيجابيات و كوني منصفة و بدأت تعدد كريم محسني لا أهلي ما عمره و ربني ما عمره شتمني ما عمره كذا و سكتت بدأت أنا أسألها بعض الأسئلة الأخرى هل يتأخر عنك في الاحتياجات لا هل يفعل لا يعني يسوي كذا نعم يسوي كذا و أنا ماشي معها و أعدد أسئلة و هي تجيب بي نعم 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 فلبأ انتهيت من الأسئلة سكت و سكتت ثم قالت حديقتنا الدكتور أنا وصلت الرسالة أنا لن أبحث عن الطلاق شكرا مع السلامة باختصار شديد لأنه أحيانا في زاوية معينة يصبح الإنسان مغلق على الجانب السلبي لا أكثر ففي عملية التحفيز اليوم نحن بحاجة إلى أن نوسع الأفق فكان عليه الصلاة والسلام ينظر للزوائل المشرقة في الأشخاص و كيف يمكن أن يجعلها هي منطلق الوصول للسلوك الإيجابي هذا على مستوى الأفراد هذا مطلب دكتور لكل الآن والد و والدة النظر في الأبناء و اختيار و إيش هو نقطة القوة عند الإبن أو عند الطالب للمعلمين و المعلمات صحيح صحيح يعني إذا أردنا اليوم أن نحدث تغييرا إيجابيا في كل من حولنا كل مخطئ كل مقصر كل صاحب سلوك سلبي أقول إذا أردنا أن نحدث فيه تغييرا فليكون التحفيز أحد أهم أدواتها النفس البشرية تميل إلى التحفيز النبي عز وسلم تعامل مع صناديد قريش الكفرة تعامل مع منافقين و تعامل مع يهود و مع نصارى و مع ذلك كان عليه السلام ربما يستخدم أسلوب التحفيز بشكل مضطرد مع الجميع و يتعامل مع الجميع من خلال محاولة التأثير الإيجابي في سلوكه من خلال تحفيزهم لاحظ هذا كله كان على مستوى الأفراد لكن أيضا كان الأمر ذاته على مستوى الجماعة يعني لما حصل التوزيع الغنائي في حلين و شعر الأنصار بما شعروا به و جمعهم في الحائط ثم تحدث معهم ثم ختم قال يعني هم يثني على الأنصار يثني عليهم ثناء عقب يقول والله لو للهجرة لكنتم امرئا امرئا من الأنصار اللهم مرحمة الأنصار و أبناء الأنصار لو سلك الأنصار شعبا و سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار ثم دعا لهم خرج الناس من ذلك المكان في أعلى درجات الدافئية تجاه هذا الدين و التمسك به و الرضا بقسمة النبي عليه الصلاة والسلام لا ترضون أن يذهب الناس بالشات والبعير و تذهبون برسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام لاحظ أنه ذكر لهم مكانتهم و حفزهم بما عندهم من فضل و مكانة و سؤدة ثم بعد ذلك وصل إلى ما يريد أن يصل إليه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام نكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل الذي سنعرض فيه عدد من المشاركات الإخوة و الأخوات لسؤال التفاعلي و الذي يقول أذكر موقفا كانت تحفيز فيه سببا لقيمة عظيمة في حياتك لنستمع سويا السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كلمة واحدة كانت حافزا لي في حفظ القرآن الكريم كاملا من رجل لا أعرف اسمه و هو لا يعرف اسمي و يكاد إذا رآني أن لا يعرفني هذا الرجل هو المحاسب في الجامعة التي بدأت دراستي فيها تخصص القراءات و الدراسات القرآنية دخلت على المحاسب أريد تسوية الأمور المالية حالي كحالي كثير من الطلبة فنظر لي بابتسامة دافئة ووجه مريح و قال لي لن أطالبك بفلس واحد حتى نهاية الفصل شريطة أن تحفظ القرآن الكريم كاملا فهناك منحة دراسة مجانية لحفظة كتاب الله فتعجبت استثقلتها فابتسم مرة أخرى ووجهه مريح يبث العزيمة والأمل في روحي قال لي أنت قادر أن تحفظ القرآن الكريم فخرجت من عنده و بدأت أحفظ القرآن الكريم فأتممت بفضل الله وحمده حفظ القرآن الكريم في خلال ستة أشهر فقط وأهم الاستراتيجيات التي اتبعتها في حفظ القرآن الكريم الدعاء في صلاة قيام الليل كنت أطلب من الله أن يعينني على حفظ كتاب الله وأعانني ربي وهذا الكلام حصل معي قبل 11 سنة أو يزيد بقليل حتى أنهيت درجة الدكتورة في إتقان الآداء القرآن كل هذا الفضل والنعمة التي حباني الله سبحانه وتعالى بها كان سببها ذلك الرجل المحاسب الذي حفزني بكلمة واحدة لا أعرف اسمه وهو لا يعرف اسمي حتى الآن من المواقف التي ساعدتني في حفظ كتاب الله كاملا موقف أحد المعلمين حينما كنت في دورة لتحفظ القرآن الكريم لا تزيد عن شهرين إثني فقط من البقرة إلى الناس فخلال الشهرين أكيد حصل مني تقصير في حفظ كتاب الله في إهمال بعض الواجبات التي طلبت مني أثناء التواجد في الدورة لكن سبحان الله هذا المدرس أثر فيني بشكل كبير وقف بجانبي ساعدني داعمني بكل ما يستطيع من قوة حتى أنني تخرجت من أوائل الطلاب في تلك الدورة فالفضل لله ثم لذلك المدرس ومواقفه الداعم لي من المواقف اللي حفزتني جدا أن أنا كان عندي اختبار في أحد الموتون اللي كانت ألفاظها صعبة جدا فلظروف ما لما جي مواعد الاختبار وجلست قدام الممتحن في المعهد الشرعي اللي كنا منمتحن فيه بدأت أسمع فهو أحس أن أنا مش حافظ المتن كله فقال لي كلمة قال لي لو أنت قتميت حفظ المتن دا وقرأت شرحه هتستفاد علم كتير جدا 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 وما رضيش يعني سقطني وينجحني فكهذه الكلمات دي سبب أن أنا بعد ما خلصت المتحن وانجحت فيه حفظت المتن كامي وأتقنته رغم صعوبة الفضل ما شاء الله تبارك الله يعني شيء يعني يصر البال أشكر جميع من أرسل لنا نذكر محمد سعيد نصر من الأردن الأستاذ محمد نورين من السودان والأخ محمد هنداوي من مصر دكتور تعليقك وعلى ما سعيدك أول شيء نمسي على المحمدون الثلاثي ما شاء الله عليهم وأيضا نسأل الله نكتب أجرهم على كل ما ذكره حقيقة أنا والله كنت أسجل بعض العبارات وأنا أشاهد يعني عجبتني والله ما ذكره من قصص وترى هذا يعني هو جزء من الحقيق الواقعي التي تمر علينا جميعا بل أنت بوه شام وأنا لو رجعنا إلى تاريخنا ستجد في محطات معينة كلمة للوالد أو الوالدة أثرت أو لمعلم أو معلم أو عم أو خال أثرت صحيح بكلمة بكلمة واحدة يعني الدكتور محمد حقيقة يعني أشار إلى موقف ذلك المحاسب وكان موقف نبيل لكن لفت انتباهي بشكل جيد أنه أشار إلى بعض الاستراتيجيات التي استخدمها المحاسب الاستراتيجية الأولى حسن التعامر فكان مبتسما ومقبلا اثنين حفزه بالناحية المادية بأن هناك منحة ثلاثة وهذه نقطة جدا مهمة أنه حفزه بقدراته قال أنت قادر لأنه عندما قال له ترى فيه منحة استغرب يعني كيف حفظ القرآن فقال لا أنت قادر وستحفظ القرآن بإذن الله تعالى هذه الاستراتيجيات الثلاثة التي استخدمها ذلك المحاسب بعد توفيق الله وطبعا هنا قضية التوفيق من الله قضية تحتاج إلى تأمل يعني يجري لله على لسانك كلمات وعبارات تفتح الله بها و القبول من الله هذه حقيقة والله يعني بعض الناس قد يتفنن في عبارات أو يحاول يتكلف في كلمات أو يحاول يقنن بعض الأساليب ثم تذهب هباء من ثورة وبعد الأحيان في كلمة واحدة أخلص فيها و صدق فيها غيرت حياة الأناس بالكامل فهذا يعيدنا إلى محطة الصدق حتى إن كان دكتور محاسب أو أي عامل يعني بالضبط أي إنسان في الأخير هو شخص سبحان الله صدق مع الله يعني صدق مع الله فصدق أخو الله الآن هذا الدكتور دكتور محمد سعيد لما أصبح دكتور وأصبح يعطي تخيل الآن حجم الأجور الذي في ميزان ذلك المحاسب و قد بالفعل المحاسب لا يتذكره أصلا لا يتذكر الموقف أصلا حتى لو داخل الآن يقول ربما لا أذكر مثل الموقف كان فهي قضية مهمة جدا الصدق والإخلاص السيد محمد من السودان أتكلم عن المدرس وهذا أيضا يعني يعطينا فضل و نبل المعلمين و أهمية المعلمين يا أخي هناك كلمات تكتبون المعلمين كانوا في الدفاتر كلمات جميلة نراها على أبناءنا و بنا محفزة محفزة و الله يعني أحيانا أعود لبعض الكتابات الصغيرة على أوراق لبنيات الصغار فتجد كلمة معلمة تقول للطالبة يا وردتي يا كذا يا أملي و الله كم هذه الكلمة ستفتح أفق أمام الطفلة الصغيرة و ستشعر بارتباط نفسي عميق جدا الأستاذ محمد هنداوي موقفه جميل صراحة و لاحظ أنه هنا لم يستخدم قضية الرسوب الأستاذ أو الشيخ و إنما أشار إلى ميزة القيمة هذا نسميه نحن في المحاور ميزة الشيء الذي تريد أن تصل إليه ميزة القيمة لما وضح له أهمية الكتاب أهمية هذا المتن أثر هذا المتن على حياته الذي حصل باختصار شديد أن هذا الإنسان ذهب خرج من الاختمر نجح لكن التحفيز كان عاليا جدا و بالتالي جلست القضية في ذهنه إلى أن أتقن حفظ الكتاب كما سموه بأنه كتاب صعب الفاظ لكن أتقنه بفضل الله ثم بكلمة ذلك الإنسان هذا يدعونا أبو شاب الشيء أخير في هذا السياق أن نضبط كلماتنا نضبطها كلماتنا مؤثرة في قلوب الآخرين قد تؤثر سلبا أو تؤثر إيجابا فهؤلاء ثلاث مواقف كانت مواقف جدا إيجابية قد تجد بالمقابل هناك مواقف سلبية محاورة أن أنتقي أفضل العبارات أعتقد أنها مطلوبة مهم جدا و مطلب أيضا أكمل في الجانب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم و نأخذ أيضا مواقف من سيراته يعني دعلي أقول نحن ذكرنا مواقف على مستوى الأفراد و على مستوى الجماعة دعلي أقول أنه علي يستخدم أيضا استراتيجية التحفيز في بيان ميزة القيمة أو فضل القيمة فلما يذكر الميزة يدفع الناس ناحيتها مثلا من صلى الفجرة في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تشرق الشمس كان له أجر حجة و عمرة تامة 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 كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث التأكد الآن هذا الحديث وأنت تسمعه كمية التحفيز التي تحصل لديك في جلسة الإشراك خاصة ممن هو بعيد مثلا عن الحرمين أو لم يتسر له أن يحج حتى لو كان قد حج أيضا يعني أنني أجلس أنا أربعين دقيقة أو خمسين دقيقة أصلي الفجر في جماعة وأجلس في مصلاة أذكر الله عز وجل ثم أنا لهذا الأجر العظيم كمية الرغبة التي حصلت لديك والدافعية وهذا الذي يجعل تفسر ما يحصل أحيانا في كمية الناس الذين يجلسون في المساجد صحيح يصل الفجر و يجلسون في أماكن و يقرؤون القرى لو لم يكن هذا الحديث موجود يعني قد لا تجد أحد صلي الفجر و تبوني بيوتهم مثلا تجد أعداد قليل لكن هذا رفع مستوى من قرأ حرفا في كتاب الله كان له به حسن و الحسن بعشر أمثاله لا أقول ألف لا ميم حرف إنما ألف حرف و لام حرف و ميم حرف كم هذا الحديث رفع دافعية الناس تجاه قراءة القرآن أهل القرآن أهل الله و خاصته لله أهلون كم هذا الحديث رفع دافعية الناس ناحية أن يرتبط بالقرآن اقرأ ورقة يقال اللي قال القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها قال العلماء كنت تحفظها في التفسير هيتخيل الآن كم هذا الحديث رفع همة الناس ناحية حفظ كتاب الله عزيزي و تأتيك عشرات القصص الذين حفظوا القرآن و هم أبناء الستين والسبعين والثمانين تقول يا أخي ذو ما شاء الله ما هم أمام هذه الأحاديث العظيمة ما نفرج كربة ما نفرج كربة الآن نمتجل بعض الناس يتخصص في قضية بذل الخير للناس و النفع المتعدي و الصدقات و تفريج الكربات و أولا خير تقول يا أخي ما شاء الله تبارك الله أنت بذلت شيء كثير يقول الأجر المترتب سرور تدخله على مسلم سرور تدخله على مسلم أعرف أناس سبحان الله تخصصوا في إدخال البسمة في مواقف ما يتخيلها بعض الناس يعني أحدهم يقول أصبحت مثلا أذهب للأيتام الآن الناس يذهبون للأيتام يعطون مال صحة أنا أذهب أبحث ما هو الفاقد هل النزهة فاقد بالنسبة لهم هل توفير مكان يذهبون للاستمتاع و الاستجمام هذه كماليات حياة هم محروم منها و لا يستطيعون أن يطالبوا أحد بها أصلا فيقول مثلا سرت أهيئ يعني ممكن أستأجر استراحة استراحة فيها متعة و فيها كذا من أجل أن تذهب أسرة أيتام إلى ذلك المكان مجانا يقول أريد أن أغطي زاوية لم يتطرق إليها أحد من أجل أن أحقق شعار سرور تدخيله على مسلم طب هذا الذي دفع إلى ذلك هي قضية الأحاديث التحفيزي أنا و كافر الاتيم كهاتين ألا أن ما استشعر أنني يوم القيام أكون مع النبي عليه الصلاة والسلام سأندفع قطعا لعملية عمل مالكة ولو كلفني شيئا كثيرا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأعمال حاول أن يعني يحفز لاحظ الآن مثلا قوموا إلى جنة العرض والسماوات والأرض كانت استراتيجية تحفيز و عمر بن الحمام في يديه تمرات بخن بخن يا رسول ما حملك على بخن بخن قال إلا رجاء أن أكون من أهله قال أنت من أهله فرمى التمرات ثم قال إنها لحياة طويلة إن حيتوا حتى آكل هذه التمرات و انطلق يقاتل في سبيل الله قضية الأعمال الصالحة القيم النبيلة العظيمة رمطها عليه الصلاة باستراتيجية تحفيز من خلال العائد الذي يعود على الإنسان من تلك دكتور الآن في بيوتهم ما عندهم هذا القيمة ماذا نقول حتى نحفزهم أن يكون في بيوتهم هذا الاستراتيجية حقيقة أنا أقول كل إنسان يشعر بأنه في جفاء مع التحفيز هذا يحتاج إلى كورس خاص بالتحفيز ربما حلقة اليوم تعطي إضاءات لكن يا أخي يجب بالفعل أن يعود الإنسان يقرأ و يسمع اليوم العلم متاح و قلناها كثيرا يرجع إلى قبل أن يسأل يرجع إلى نفسه و يعرض هو نفسه على مواقف حياته مر عليه أناس رفعوا همته بكلمات تحفيزية كم كان لتلك الكلمات من أثر في حياتي و مر عليه أناس كانوا نقطة تأثر أو سوات في حياتي نعم يعني سلباً أو إجاباً بالضبط مثل ما نقول حين في الكلمة الدارج يقول كسر مجاذيف يعني والله كلان يعني استخدم كلمات ربما حدت من نشاطه فكم كان لهؤلاء من أثر سلبي كم كان لهؤلاء من أثر إيجابي قبل أن أقول لك اقرأ و أبحث و أول آخر و اليوم الذي يقول والله أنا بس منهم يتعود يقول يا أخي تعود إذا أردت أن بنا أولادك و بناتك طلابك و طالباتك يتأثر و موظفينك و من حولك يتأثر بك تعلم يا أخي كيف تحفظ حتى الزوجات دكتور في بعض الزوجات تشتكي طبعا ما سمعنا كلام حلو منه ولا ما سمعنا بالضبط مع بذل جهد كبير جدا يعني هي تبذل طبخ و ترتيب البيت و كذا و مع خطأ بسيط جدا يذهب التركيز على ذلك الخطأ يعني قضية التحفيز أعتقد بأنها ستؤثر في سلوك الناس تأثيرا كبير جدا متى ما تطبق يعني في تعزيز القيم و حتى في توطيد العلاقة مع الطرف الأخر نعم دكتور محاور التحفيز للقيمة إذا أردنا أن نطبق هذه القيمة جميل يعني هناك محولين رئيسيين للتحفيز أو استخدام التحفيز التحفيز من خلال إبراز مزايا القيمة التحفيز من خلال إبراز مزايا المتمسك بالقيمة جميل مزايا القيمة عندما أتكلم عن شيء ما من تمسك به بهذه القيمة أصبح له ميزة يعني أنا اليوم أنا متكلم عن قضية العلم قيمة العلم أن الإنسان العالم العالم هذا شخص العلم في ذاته له منزلة له مكانة عائدا لعلم على الإنسان عالي هذا التحدث عن القيمة كقيمة مزايا القيمة الجزء الآخر مزايا المتمسك يعني أنت لو أصبحت متمسكا بالعلم ستصل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة إذن الآن أصبح هذا مرتبط بمزايا المتمسك بالقيمة فتارة أنا لما أريد أن أحفز أحفز بذكر القيمة ذاتها ومزاياها وأحفز بذكر المزايا للشخص المتمسك بتلقى القيمة هذه الحنورية الرئيسية فلسفية قد تكون إلى حد ما لا تخدم بشكل كبير قد ينت تتعلق بإبراز القدوات دكتور في جانب وهذا هو الجزء المرتبط بالمتمسك بالقيمة تحفيز بالمتمسك بالقيمة إبراز القدوات يعني عندما أتحدث مثلا عن انضباط الوقت وأقول لي والدي مثلا تشوف ما شاء الله تبارك الله عمك كيف أنتاين في وقته ما شاء الله هذا الجزء هو من إبراز قيمة المتمسك بهذه القيمة وهذا جزء من عملية التحفيز ولذلك ضرب القرآن وأمر الناس حتى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال فبهداه مقتدي يعني ذكر الأنبياء وقصص السابقين وغير ذلك هذا كان جزء من عملية وجود من يأتسي بهؤلاء كأشخاص وأيضا إتساب القيمة كمزايا القيمة هذه محوالين كما ذكرت لك هي فيها بعد فلسفة لكن الخطوات العملية ربما هي التي تعطي البعد التطبيقي في اللقاء نعم دكتور قبل الخطوات العملية أريدنا أن نقف عند محور مهم هناك بعض الأخطاء في التحفيز حقيقة صحيح يعني إيش أهمها حتى نبينها و نوضحها يعني أنا أعتقد أن أحد أهم الأخطاء في عملية التحفيز عدم الاقتناع بالتحفيز هذه قضية خطيرة أن الإنسان لا يرى للتحفيز أهمية كما ذكرت أنت قبل قليل البيوت الخالية من التحفيز هذا رقم واحد أمر ثاني أعتقد بأن ربط التحفيز دائما بالبعد المادي ترى ليس بالضرورة أن يكون التحفيز ماديا قد يكون معنويا و قد ضربنا أمثلة قبل قليل بل بعض الدراسات و طلعت على عدد من الدراسات في علم التحفيز تشير عليه أن التحفيز المعنوي يؤثر بشكل أكبر من التحفيز المادي يعني بعض من يسمعني الآن يقول لا أستطيع أن أحفز أولادي ما عندي فلوس لكن يا أخي عندك كلمة طيبة عندك ثناء عليهم عندك اكتشاف لقدراتهم عندك أشياء أخرى لا تقني فك شيئا إيش أشتري الهدية لإبني كل شيء عنده صحيح هذا لما تربط التحفيز بالجالب المادي لكن هناك جالب بعنوي يعني أحيانا أحيانا إبراز الإبن في المجتمع الأسري ببطاقاته و إنتاجاته و مزايا هذا في حد ذاته من أعلى ما يمكن آخر قضية قد تكون من التحديات أو السلبيات في التحفيز هي قضية الإقلال من شأن الآخرين ربما أنا أريد لإبني لا يمشي بطريق معين مثل فلان فلا شو أريد أذن فلان أو أنقص من قدر فلان أنا أريد اليوم أن أبيل لإبني الصورة المثالية دون أن أنقص من قدر أحد أو أسي إلى أحد فهذه قد تكون أيضا من بعض السلبيات أو قد يجعل الطرف الآخر محل سخرية أو محل سخرية أو محل تندر هذه الحقيقة وبالتالي نحتاج أن نعزز و أن نحفز بدون الإساءة بأحد أو تطاول على أحد نعم بارك الله فيكم كذلك دكتور عندنا مزيد من المشاركات لعننا نستعرض هذه المشاركات ثم نواصل و إياكم بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم في كلام هذا أتذكر كلام المربي كلام الرسول صلى الله عليه و سلم رب جميع العالمين حينما كان عاميا ما يكتب و ما يقرأ و لا يقرأ حينما سئل عن البر قال البر حصن الخلق و الإثم ما حاك في النفس و كرهت أن يطلع الناس إليه يا الله هذا أعظم التربية ينبغي على الإنسان أن يربي نفسه يعرف الخطأ والثوان يعرف التعايش يعرف كيف تعامل مع الناس مع الآخرين المستحيل دي مجرد كلمة إحنا بنقولها بنحطها عائق بنا وبين أي نجاح أو أي إنجاز عايزين نحاوف حياتنا و فعلا من ساعة ما أخذت بنصيحة دي و أخذت بالكلمة المحفزة دي بقيت أي مشروع عايز أعمله أي حلم نفسي أعقاه يتحول من حلم من هدف هدف له خطوات أسعى لها بالتوفير ربنا و بعد كده ربنا بيوفيين التحليل نعم بارك الله فيكم على هذه المشاركات الأستاذ محمد دود من نيجيريا و الأستاذ نادر من مصر شاركنا محمد انضم لقائمة المحمدين هو أشار إلى إشارة جميلة جدا أشار إلى استراتيجية النبي عليه الصلاة في استخدام التحفيز لإبراز القيمة و أثر القيمة البر حسن الخلق و بالتالي الإشارة إلى منزلة القيمة هذا جزء من عملية التحفيز قد تكون دكتور باستخدام أسلوب السؤال و الجواب صحيح أريد أن أحفزهم بل لكن بطريقة غير مباشرة أضع سؤال معين ممكن نعم نعم أنت هذا الجالب السؤال أنا ظلنتك عن شيء ذكر و محمد لا لأنت تضيف صحيح هذا قد يكون السؤال هو جزء من إثارة التفكير و جزء من التحفيز حقيقة صحيح الأخ نادر أشار لقضية اللامستحيل و هذه قضية مرة مهمة و بعدها بيّن أن الإنسان ينعكس هذا عليه يعني بالفعل عندما و هذه واحدة من أكبر الكلمات المحفزة في حياة الناس أن لا يضع الإنسان في ذهني أن شيئا ما مستحيلا أو يفوق قدراتي هذا هنا فعليا سيدخل في منطقة أخرى من محاولة تكرار المحاولة و إيجاد التحدي و هو قال بعد ذلك كلمة جميلة قال تحولت الأحلام عندي إلى أهداف و هذا تفريق جميل جدا و رائع في قيادة الطموح الشخصي أنني الحلم يبقى حلم ما لم أسقطه على أرض الواقع إلى أهداف مزمنة و لها تاريخ و وقت لكن متى ما جلست أحلام فهي ستظل أحلام يعني الأسوة الشديدة طيب نبدأ الآن دكتور بالخطوات الإجرائية جميل عملية للتحفيز نحن في آخر دقائق دائما نعطي الخلاصة و إن شاء الله تكون هي المفيدة و يعطونا للزمل العرض التحفيز التربوي حقيقة في عدد من الخطوات أنا سأذكرها بشكل مباشر و أعلق على كل خطوة بما يعني يتاح للوقت يعطونا الشابر الشريح اللي بعدها هناك عدد من الخطوات أنا أعتقد بأن الخطوة الأولى هي مأرفة نمط المستهدف و ماذا أقصد بذلك أبو هشام هناك عدد من النظريات المختلفة التي تتكلم على الأنماط الشخصية و عدد من مقاييس مقاييس كثيرة جدا تبين نمط الناس كلمة بعمق أقولها أي شخص يعمل في مجال تعزيز القيام يجب أن يكون شخصا ملما بالأنماط أو بالمقاييس التي تدل على الأنماط أنا أب في البيت أحاول أجري مقياس معين من المقاييس البسيطة الموجودة والمتاحة التي تعطيني بعض أنماط أولادي أنا معلم هي معلمة بعض أنماط الموجودين ليش؟ لأنك عندما تعرف النمط تعرف الأسلوب المحفز لذلك الإنسان يعني دكتور تعرف ماذا يحبون ماذا بالضبط و أنا سأعطيك مثال من السير النبوي نعم تفضل لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة عليه الصلاة والسلام و جاءت في قضية أبو سفيان لما جاء أبو قال يا رسول الله إن أبو سفيان يعني رجل يحب الكرامة يعني يحب أن يكون له شيء فيه وجاهة فلتعطيه شيئا قال عليه الصلاة والسلام من دخل دار أبو سفيان فهو آمن نمط أبو سفيان في هذا السياق هو نمط شخص يحب أن يكون له نوع من الوجاهة والكرامة عامله عليه الصلاة والسلام بهذا الطريقة هذا جزء من التحفيز له حتى على اعتناق الإسلام و قد كان بعد ذلك نعم صحيح لاحظ نمط جرير بن عبدالله البجلي كقائد كسيد قال والله منذ أسلمت ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه كانت أسلوب التعامل معه من خلال هذه البسمة لأنه يتناسب مع نمط جرير بن عبدالله مهم جدا معرفة الأنماط ما يحفز به أخي مصطفى ليس ما يحفز به فؤاد و ليس ما يحفز به أبو أحمد قد يكون التحفيز المادي يتناسب مع فؤاد بشكل أكبر لا يتناسب مع مصطفى لا يتناسب مع فلان يعني يجب أن أعرف النمط بس دكتور لابد أن يكون فيه أنماط يعني تمشي مع الجميع مثلا الابتسامة أو الكلمة أكيد فيه مسلمات للكل لكن كلما كنت تحفز بنامط كان الأثر أكبر اثنين من المهم جدا أن أعرف القيمة التي أريد أن أحفز لها والمعرفة العميقة أنا يعيدني إلى حلقات سابقة نقرأ في القيمة نفهم معنى القيمة أنا أتكلم عن الصدق لابد أن ألم بمفهوم الصدق من جميع زوايا حتى أعرف فين المكان الذي يستطيع أن أحفز به لما أقول الصدق له علاقة بهداية الإنسان في الدنيا بوصول الإنسان لأهدافه في الحياة كيف الصدق وعلاقة بالأهداف أنا ما أعرف كيف أربط القضية إتجاز تربط قضيتين متباعدة لا وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة فإذن البر هو غاية درجات التوفيق في هذه الدنيا نعم ما كنت سأصل لهذه المعلومة لولا أني جماعة مادة علمية عن القيمة ثلاثة معرفة عميقة بأساليب التسويق وهنا دعوة أدعو بها نفسي وأدعو بها من يسمعني أن نقرأ في عالم التسويق أو في علم التسويق تعرف ليش أبو شام؟ لأن التسويق هو جزء منه حقيقة تمرير لأفكارك للآخري نعم أنت الآن لو دخلت عندي يعني في محل تجاري فأنا سأمارس كل الطرق التي أحفزك على الشراء نعم الأب يريد أن يسويق القيمة التي لديها على أبنائي يسويه هو أريد أن يبيع منتج هو فعليا يبيع منتج والأم يبيع منتج المنتج هو عبارة عن قيمة صالحة تراها الأم أو يراها الأب أو يراها المعلم أو المعلمة هنا بيع منتج فكري وعقلي أحتاج إلى بعض أساليب التسويق وأنا أطلع عليها وهذا جزء من الجاهزية حتى أستطيع أن أستخدم مسلوم التسويق التحفيز بشكل جيد يعني اليوم نشوف بعض ندخل في الأسواق الكلمات التي استخدموها العبارات التي استخدموها تشعر فعليا أنك أنت أمام محترف في قضية إيصال رسالة المنتج جميل اللي بعدها يا شباب اختيار وقت التحفيز المناسب للمربي والمتربي من المهم أن يكون وقت نشاط وتركيز يعني أنا ممكن أحفزك بكلم لك أنت الآن على أهبة النوم أو مرهق أو مجهد أو في وسط اختبار فالكلمة قد تمر وما تنتبه لها فيجب أن أختار الوقت المناسب للإثنين أيضا مناسبة التحفيز لنفسية المتربي مع المربي العلاقة يجب أن لا تكون متوترة بين المتربي والمربي وبين المتربي ونفسه يعني التو تلقى المتربي خبر يعني المتربي المستهدف يعني في هذه الحالة تلقى خبر جدا سيف نتيجة امتحان معين نتيجة امتحان هذا السيار لا سمح الله أي شيء التحفيز الآن يمكن التحفيز لنخفف الوطع ولكن أنا أريد أن أحفزه للتزام بقيمة معينة قد لا يكون في نفس السياح ربما أذكر له أشياء أخرى تخفف عليه الصدمة ماشا الحال هذا جيد لكن يجب أن نرأي عملية التزمين في هذا الاتجاه نروح للي بعدها إن شاء الله دكتور عندي سؤال أيها عن وقت التحفيز قد يكون مثلا يرسل له برسالة طبعا نصية أو صوتية طبعا ممكن يفتحها في وقت هذا وهي وسيلة التحفيز يعني وسيلة التحفيز ليست مباشرة تكون وجها لوجه لا يشترط ذلك قد تكون برسالة نعم قد تكون بمقطع صوتي قد تكون بمقطع مرئي قد يكون صورة داخل يعني في بعض الأخوان ببطاقة مثلا معينة يحتفظ بها هذا الناس يقول أنا أحيانا لما ولدي يتميز بشيء أجيب صورة من صورة أولادي يقول عن عندي مخزن لصور أولادي فأضع عليها كلمة أقول هكذا هم الأبطال هكذا هم الناجحون وحط صورة ولدي فيقول ستستخدم حتى فيسات ولدي أولادي في البيت في التعبير لقيم معينة هؤلاء الأمجاد هؤلاء الأبطال تبعوا تشوفوا من البطل الذكي تبعوا تشوفوا من اللي يحل المشكلة القادمة ذي اللي عندنا شوفوا هذا هو هذا القادم واللي حيحل كيف ستكون هذه الكلمة مؤثر علي جميل الخطوة التي بعدها وهي الأخيرة والمهمة أن نطبق إحدى نظريات التحفيز أبو هشام عندنا طريقتين أو نظريتين أساسيتين في التحفيز إما نظريات يسموها نظرية الحاجات وهذه فيها عدد من النظريات أو نظرية يسموها نظرية العملية التحفيزية وفيها عدد من النظريات أنا سأخذ مثال هنا ومثال هنا فقط الجانب الأول نظرية الحاجات التحفيزية و أشهرها نظرية هرم ماسلو ماسلو هذا عائل من نفس أمريكي و طبعا توفى عام 1970 و كان من أشهر دراساته ما سماه بهرم الاحتياج و قال أنه الإنسان يترقى في هذا الهرم بدءا بالاحتياجات الفيسيولوجية الأمانة الاجتماعية تقدير الذات تحقيق الذات إذا رأت أن تحفز إنسان أو ترفع دافعيته للإنتاج لأي أمر ما فستبدأ بهذا الهرم تدرجيا أقل أنواع التحفيز في نظر هرم ماسلو هو الحاجيات الأساسية الهواء والطعام والنوم الآخر ثم ارتفع قليلا الأمان أبغى شعر بالأمان لا أبغى شعر بالنوع من الخوف ولا نوع من القلق ثم ارتفع قليلا الحاجة لأن أكون في وسط مجموعة تقبل أصدقاء أسرة متقبل التقبل يسموه ثم ارتفع قليلا أن أصبح أقدر ذاتي أعرف أثق بقدراتي أحقق إنجازات أحترم من قبل الآخرين آخر شيء فوق تحقيق الذات وتحقيق الذات هو أن أعمل في منطق التمييزي مستغل لكل إمكانياتي ولدي في البيت غير قادر على أن يمسك ميزانية البيت لكن عنده مهمات أخرى يقدر يمسكها أحطه في المكان الذي يناسبه هذا أكبر تحفيز له وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفق الإمكانيات هذا أعلى درجات التحفيز على نظرية هرم ماسلو ونظرية قديمة ومعروفة ومستخدمة ولها نتائجها ولها دراساتها في هذا الاتجاب الجانب الثاني الشريحة اللي بعدها نظرية الحاجات لها نظريتين أو أكثر من نظرية هذه أحد النظريات الأخرى التي تؤكد لعملية الحاجات ارتبطت نظرية ديفيد بقضية أن الحاجة عند بعض الناس تنقسم إلى ثلاث أقسام بعض الناس الحاجة لديه أن يشعر بالإنجاز والإتمام وبعض الناس بأنه يشعروا السلطة أنه تعطيه مكانه ولدي يحطيه رئيس قائد والآخر لا بالعلاقات الاجتماعية أنه يشعر توطدت علاقته مع الآخرين سألوا عنه وتكلموا معه يعني مجرد أن يتكلم مع ولدي الاجتماعي عن تفاصيل حياته هذا بحد ذاته تحفيز مجرد أن يجلس مع بنتي صاحبة العلاقات الاجتماعية واسألها عن ماذا سوت في الاختبار هذا أعلى درجات التحفيز هذا أهم عندها من أن يعطيها مال لأنه في هذه الحالة هي سعر هي لا تريد سلطة هي تريد من يسأل عنها يتكلم معها هذه النظرية التي بعدها نظرية العملية التحفيزية فيكتور فروم في نظريته يقول أن الناس بعض الناس يتحفزون بثلاثة أشياء لما يشعر أنه مجهوده سيحقق الهدف يعني تعبوا اللي شغال عليه حيوصلوا لهدف الذي يريد ترى تعبك حيوصلك للفلوس اللي أنت تبغاها ترى حيوصلك للشفت بعض الناس يقول على شيء معين في منزلة معينة أو تحقق هدف يقول ترى لو بشيت على هذا الطريق ترى بهذا الطريق ستصل إلى هدفك أن الوسيلة المستخدمة أيضا توصل لهذا الهدف أنه سيحصل على منفعة عالية أنا أحيانا شاب بهذه القضية لما تجد مثلا على سمثال بعض البنات أو الأولاد يهتموا بعملية الجمال ترى إذا استخدمت هذا النوع من الكريمات ترى سيحقق بياض في البشرة سيحقق ذهاب للنتوءات فهنا يبدأ يتحفز للاستخدام بناء على الشعور بالمنفعة وأنه الوسيلة المناسبة وأنه سيحقق هدفه هذه نظريات أبو هشام ستؤثر لنا عملية الجانب التحفيز يظل أننا إذا أردنا اليوم أن نستخدم التحفيز بشطورة فائلة أن نجعل التحفيز جزء من نمطنا الحياتي جميل جزء من ممارساتنا اليومية يومي يومي جزء من العبارات التي يعتادوها علينا بعض رسم الله أنا أحاول أحفز بين فترة أخرى هو التحفيز يتفاوت في الكمية و في القدر بناء على الإنجاز و بناء على القيمة لكن في الأخير هو جزء من النمط التعامل و ليس هو نمط واحد دكتور ليس التحفيز دائما ماديا صحيح كما ذكرنا الاجتماعي قد يحتاج إلى الاجتماعية الشخص الذي يحب سلطة ربما أعطيه نوع من القيادة المهم أنني أمارس عملية التحفيز حتى أصل معه إلى تعزيز القيم أعدل السلوك السلبي وأعزز السلوك نعم بارك الله فيك في آخر دقيقة أو ممكن نأخذ جانب من القراءة نقرأ جانب من مشاركات الإخوة و الأخوات بأسؤال التفاعلي أذكر موقفا كانت تحفيز فيه سببا لقيمة عظيمة في حياتك أسامة يقول في الواقع هو موقف غالبا ما يتكرر أن ترى الناس من حولك قد أعجزهم الفقر حتى أبسط الأمور بالكاد يكادوا يحصلونها و بلا شك يدفعني بقوة إلى أن لا أكون عالى على المجتمع و أن أحاول أن أثبت ذاتي لأصل إلى عيش بمستوى طيب أيضا الأخت مهدي يقول ابنتي كانت دون الرابعة من عمرها و تعاني من تأخر حركي و ذهني و كانت تخضع لجلسات العلاج الطبيعي فكانت تقاوم و تصبر و بعدها أصيبت بالسرطان في الدم فكنت دائما ما أذكر لها مقاومتها و إصرارها على استكمال الجلسة العلاجية و أكرمني الله سبحانه و تعالى و أكرمها بالشفاء طبعا قصص التحفيز كثيرة جدا و أنا متوقع حتى بعد الحلقة على هاشتاق سأجينا كم هائل من الكلمات لكن مرة أخرى الكلمة الحركة الفعل تقاسيم الوجه قد تصنع فرقا في حياة الآخرين متى ما تعودنا على أن نحفز الناس و أن نسعى إلى تحفيزهم محتسبين الأجر عند الله عز وجل يمكن أن نصنع جيلا متمسكا بالله بإذن الله تعالى مشاهدين الكرام لا يصعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن أتقدمه بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد على هذه الحلقة الرائعة و نشكركم مشاهدين الكرام و إلى لقاء قادم بإذن الله السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا و لكل الأمم دعانا إليها و حث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيام الخير هيا بنا و أرواحنا عاليات الهمم إلى قيام الخير هيا بنا و أرواحنا عاليات الهمم باردو Life و ارواحنا عاليات الهمم يجب أنت تinstall Patty